يتقاسم السيطرة على الأراضي الليبية طرفان في الغرب حكومة معترف بها دولياً يرأسها فائز السراج وتدعمه فصائل مسلحة وفي الشرق قائد عسكري هو خليفة حفتر وتدعمه فصائل مسلحة أيضاً رغم اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين لا يبدو الوضع الأمني مستقراً في المدن الليبية حتى في الأراضي المحكومة بالقبضة العسكرية لقوات حفتر حنان البرعصي محامية جريئة بانتقادها لانتهاكات الميليشيات المنتشرة في مدينتها بنغازي فضلاً عن دعمها لقضايا المرأة وحديثها المستمر عن الاعتداءات التي تتعرض لها النساء في شرق ليبيا انتقدت مؤخراً صدام حفتر نجل خليفة حفتر بسبب حصوله على رتبة عقيد في الجيش بالرغم من أنه أصغر سناً من رفاقه الضباط الحاصلين على ذات الرتبة تساءلت أيضاً عن ما يشاع عن أملاكه تقول حنان إنها تلقى تهديدات من مجموعات مسلحة مقربة من حفتر لكنها تصر على فضح من وصفتهم بالفاسدين وتخاطب حفتر بوصفه المشير خوفك صدام يا سلام خوفك القيادة يا سلام واخرتي يا سلام فيش تأخير لاستسلام يا سلام لاستسلام تورا بقيادة المشير تصحيح الكرامة تورا على السراغة تورا يعلي كان حيطا ودار فلوس تورا على اللي كان دير حيطا ودار فلوس تورا على خضاول سبعك توبر تورا 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 بقيادة المشير لم يمضي كثير على نشر هذا الفيديو حتى اغتيلة حنان في وسط بنغازي في وضح النهار بحسب بيان مديرية أمن بنغازي فإن عدد من الملثامين حاولوا اختطافها من أحد المحلات التجارية وقموا بإطلاق عدد من الأعيرة النارية عليها ما أرداها قتيلة قبل أن يلوذوا بالفرار بسيارتين معتمتين وتظهر هذه الصور تجمع الناس حول جثتها المقاطعة على الأرض الليبيون تداولوا طبعا مشاهد لنجل حنان البرعص وهو يبكي فوق جثمان والدته ويدعو لها بالرحمة أدانت منظمة العفو الدولية والأمم المتحدة اغتيال حنان البرعص في وضح النهار كما شكل اغتيالها صدمة بالنسبة للليبيين إسماعيل يقول اغتيال امرأة مسالمة بأكثر من عشرين رصاصة أمام أعين الناس لكونها تكلمت عن الحق دليل على المستوى المنحط للعقول التي تلعب بأرواح الليبيين الأحرار رحمة الله عليك يا حنان البرعصي بالنسبة لمغردة ليبية تقول سواء كنت مؤيدا أو معارضا لطرح المحام يا حنان البرعصي سواء كنت توافق على أسلوبها أو متحفظ يبقى اغتيالها في عز النهار في وسط شارع عشرين جريمة شنيعة وخطرا يهدد كل من هو صاحب صوت ورأي في برقة وأي محاولة لتبريرها يعتبر سقوطا أخلاقيا أم الحارث تقول أم الحارث بني غازي النساء تهان وتسجن وتخطف وتقتل أي كرامة تلك التي لا يحترم فيها الفرد ولا يتحصل على حقوقه الطبيعية ويصبح مجرد دابة تقاد لتذبح حساب يسمي نفسه نسويات ليبيا يقول في هذه التغريدة حين يتم اغتيال إنسان لدوافع تتعلق بمفهوم مزاجيا لتقديس الرموز والأشخاص فإن هذا الفعل لا يخرج عن منطق الهامجية والفوضى وغياب القانون فما حدث في بنغازي منذ قليل من جريمة قتل بشعة دموية للمحاومية حنان البرعصين ما يمثل مرحلة اغتيال وطن وتدمير مجتمع وترهيب شعب كامل وزير الداخلية في شرق ليبيا إبراهيم بوشناف أصدر تعليماتي للأجهزة الأمنية بالتحقيق يقول البيان تكثيف أعمال التحري والبحث لحين نصول وضبط الجنات المتهمين بقتل حنان محمد البرعصي وتقديمهم للعدالة على هذه الفعلة النكرى وقيمت مراسم دفن لحنان البرعصي في مقبرة برس في شرق ليبيا في شرق بنغازي عقب انتهاء إجراءات الطب الشرعي هذه صورة شاهدة قبرها كتب على هذه الشاهدة شهيدة كلمة الحق عزوز برقة إنه اللقب الذي كان يطلق عليه حنان البرعصي لكن يبدو أن هذه الشاهدة تم تحطيمها لم تصمت طويلا ابنتها نشرت هذه الصورة وكتبت في منشور خشوا قبرها وكسروا الشاهد حصبي الله ونعم الوكيل شكرا لمشاهدتك تريندينغ سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها